أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار تحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق لينتهي يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أغسطس عشرين اثنين وعشرين ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بداية شهر أغسطس الجاري